اشتركوا في القناة ويتش غلت وما لحقتش اعمله فقررت النهاردة ان انا ارد على بعض الاسئلة اللي جات واعمل بعض الحاجات يعني اللي الناس طلبتها مني فاول حاجة من الحاجات دي زي ما احنا شايفين كده قدامنا ده جيم مستوضع بالاس كي اس وهو على اوتو طبعا ده باستخدام خاصية التريجرز اللي هي بتاعة الضرب المتواصل او اللي هي يعني بتخلي السلاح السنج ليبقى اوتوماتيك معاك فوحنا بنتفرج كده برضو هرد على بعض الاسئلة اللي جات لي وفي اخر الفيديو عشان برضو السؤال ده جالي كتير قوي هنتكلم عن الاعدادات اللي بلعب بيها وعن الحساسية اللي بستخدمها اول حاجة حابب اقولها يا جماعة خاصية التريجرز في التليفون دوت قوية جدا بشكل خرافي وفوق ما تتخيله فالناس اللي كانت بتقول لي ساعة مشكلة المسماعة وان انا قلت مش عارف امسك التليفون وان انا مش بارف العب من غير تريجرز فاناس قلتلي مش لازم تستخدم التريجرز ويلعب بالسكريم بس يعني وكده فانا انا اسف في الكلمة اللي انا هقولها يعني بس اللي عنده الجهاز او جاب التليفون ومش بيستخدم التريجرز ده معلش في الكلمة يعني يبقى عبيد التريجرز هنا حاجة قوية جدا اللي فيها كتير جدا بتسمح لك ان انت تعمل حاجات كتير وبسهولة جدا في التليفون وبتديك افضلية كبيرة جدا على الناس اللي قدامك والخصوم اللي انت بتوجعها فالتريجرز اللي في التليفون ده بالذات لا ظن عنها ما ينفعش يحد يلعب من غيرها طيب تاني حاجة ودي بقى كانت عملت جدال شوية واحد كان سأل هل الايباد افضل ولا الريد ماجيك سيكس طبعا انا هتكلم من وجهة نظري بين خلال يعني تجربتي للايباد برو 2021 ومن خلال برضو تجربة الريد ماجيك سيكس اس برو انا حاليا الايباد مش متوفر معي عشان خاطر اعمل مقارنة كاملة واقول لكم ايه الافضل في كل حاجة بس يعني من خلال التجربة اللي موريت بيها ممكن نتكلم كده في شوية حاجات ومن خلالها انت اللي تقدر تقرر ايه الافضل فيهم وايه الاحسر لان انا برضو مش هينفع اقول لك انهي افضل لان دي وجهات نظر كل واحد بيبقى شايف من وجهة نظره ان ممكن تكون حاجة كويسة والحاجة التانية مش مناسبة ليه طيب نتكلم كده من وجهة نظري انا وانا زي ما قلت هقول لكم شوية عيوب ومميزات في كل جهاز من الجهازين واللي اللي بيسمع يعني او اللي عايز يختار يقدر ان شاء الله يحدد من خلالها بالنسبة للايباد الايباد طبعا شاشته كبيرة جدا الهيف فاير فيه مش طبيعي المنظور مش طبيعي القوة بتاعت البروسيسور نفسه اللي هو الام وان كانت بتدي اداء في اللعبة غريب عن اي جهاز بصراحة لعبت بيه قبل كده فدي افضلية كبيرة جدا بس كانت من مشاكله بالنسبة لي ان انا كنت عمري ما لعبت بايباد وكانت اول مرة استخدم ايباد الايباد يعني كبير ووزنه تقيل مش خفيف فكان بيوجع لي ايدي يعني اول ما بقيت استخدمه كده عدت فترة وكل ما لعب ايدي بتوجعني او الموضوع بيروح مع الوقت وبتتعود عليه بس هتقعد يعني حبة حلوين كده لحد ما تتعود الا لو انت بقى مش بتلعب مسلا جيروسكوب هتلاقي نفسك ايه تعود تعليه بسرعة بس طبعا في العادي او يعني اللي انا عارفه ان معظم الناس بتلعب بجيروسكوب دلوقتي فان انت تلعب بايباد جيروسكوب بتبقى صعبة شوية في الاول الحاجة التانية اللي ما كانتش عجباني في الايباد الا وهي الالوان يعني اي نعم الشاشة كبيرة والمنظور حلو وكل حاجة بس الوان اللعبة كانت بهتانة او الشاشة انا مش عارف كان ايه السبب بصراحة بس الالوان كانت بهتة قوي وانا من الاشخاص اللي بحب الالوان الزهية والالوان الكتير دي حاجة انا بحبها جدا في الريد ماجيك ان انت تقدر تلعب في الالوان براحتك وفي خواص تقدر تزود لك الالوان وتقللها لك وانا دي من الحاجات اللي بحبها بصراحة برضو فكرة حجم الايباد وان انت مش بتقدر تستخدمه غير جوة البيت دي حاجة برضو بتدايق شوية يعني لو انت مسلا بتحب تلعب برا البيت خرجت برا البيت في اي وقت حبيت تفتح تلعب جيم بابجي طبعا الايباد مش هيبقى معاك الايباد هيبقى استخدامه حرفيا للبيت بس مش تقدر تقضي معاك في اي حد غير استخدام الموبايل برضو انا شايف دي من مميزات الموبايل والواحد ايه بيقدر يعني يستخدمه في اي وقت حاجة تاني بالنسبة للنظام نفسه نظام الايو اس سلس جدا بصراحة هو حلوة اوي في الاستخدام بس مشكلته انه هو مقفول مش مفتوح يعني مقفول منفعش تنزل حاجة من برا الاب ستور مثلا زي زي الاندرويد يعني كنت مثلا فيه ابليكيشنز كتير بعرف انزلها بعرف استخدمها فالاندرويد الدنيا فيه مفتوحة شوية لكن الايو اس لأ مع الاستخدام هتحس اللعبة على الايباد اسهل كتير او يعني اللعبة بتبقى سهلة بعبط يعني انت بتبقى متفوق على اللي قدامك مش عارف اوضحها لكم ازاي بس يعني هتحسها لو انت لعبت على الايباد مش هكتر كتر من كده نخش على الريد ماجيك سيكس اس برو طبعا انا قبلها كنت يعني قبل الايباد والريد ماجيك سيكس كنت بستخدم الريد ماجيك فايف جي من خلال يعني الحاجات اللي جربتها انا حاسس ان فيه فرق بين الريد ماجيك سيكس اس برو وبين الريد ماجيك فايف جي كبير جدا في ايه بالظبط فيه الجيم مود فيه خواص كتير قوي في الجيم مود بصراحة الاوبشنز اللي في الجهاز هنا كتيرة جدا وفضيعة آآ بتسهل اللعب بطريقة فضيعة بصراحة يعني مش هتحتاج وقت كتير اصلا عشان تتعود على اللعبة او عشان تقدر تستخدم والخواص اللي موجودة في الجهاز وهتتعود عليها بسرعة جدا وهتسهل لك اللعب كتير جدا. ممكن نتكلم برضو على شاشة التليفون وموضوع المية خمسة وستين هيرتز. شاشة التليفون بصراحة عجبتني جدا الالوان فيها حلوة. استجابت اللمس بتاعتها سريع جدا. وبالرغم من كده فيه اوبشن من جوه الجيم مود ان انت تضاعف استجابة اللمس دي كمان. فبصراحة الموضوع حلوة قوي وعجبني. في حاجة تانية برضو السلاسة بتاعت الشخصيات او يعني الحاجات اللي بتتحرك قدامك على الشاشة تحسها برضو سالسة قوي وبرضو باينة في الموبايل. وبالرغم من كده في اوبشن برضو في الجيم مود ان انت تزود السلاسة للضعف. فبرضو زي ما بقول لكم التليفون فيه اوبشنز كتير حلوة. المشكلة ممكن تكون بالنسبة لي في موضوع السخونة. يعني بالرغم من ان الموبايل بيجي بسناب دراجون 888 بلاس. اللي هو برضو ان هو بيسخن. مش بيسخن قوي ممكن يكون مش زي الريد ماجيك سيكس لان الريد ماجيك سيكس كان فيه ناس كتير قوي بتشتكي منه. بالنسبة للموضوع السخنة ده. هنا الجهاز بيسخن بس مش قوي يعني اللي هي السخونة الطبيعية. وبرضو الموضوع بيتحل مع موضوع الخاصية بتاعت اللي هي فصل الشحن. لما بصراحة بستخدمها ما بحسش بسخونة والاداء بيكون كويس. بس لو هنقارن اداء وسخونة الايباد طبعا اقوى في الاداء. يعني انا ممكن اقول ان هو ممكن يكون اداء وضعف في الموبايل. اه السخونة الايباد ما بيسخنش اصلا. اه ودي برضو من الحاجات اللي بتفوق فيها على الموبايل. الرغم من ان الموبايل برضو جديد معي اعتبر بقالو اسبوع تقريبا. بس كاداء انا بفضل الايباد. الايباد بصراحة شايف ان هو اقوى عن الموبايل كتير. اه ما اعتقدش ان في حاجة تاني ممكن اتكلم فيها. يعني لو في حد شايف اه في حاجة تاني ممكن نقارن بينها او يعني نتكلم فيها ممكن يسألني في التعليقات وهارد عليه ان شاء الله. في حاجات كتيرة طبعا انا نسيها او مش واخد بالي منها فهستناكوا تقولولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم ومش هتاخر. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده موضوع الاعدادات. انا كنت عملت في الفيديو قبل كده بتاع الخاص ووريتكم ان انا بلعب بست صوابع. اربعة منهم بيكونوا على الشاشة واثنين للتريجرز. بس دلوقتي بما ان التليفون ده بقى فيه تريجر في الدهر كمان فهم يعتبروا سبع صوابع. تلاتة للتريجرز واربعة على الشاشة زي ما احنا شايفين. بستخدم اليمين للسكوب والشمال للضرب. والزرار في الظهر انا مزبطه كده يعني بستخدمه لحركة برمانيه. وقلت بس ايه اوريكم كده كهاندي كام يعني عشان بس لما تشوف الاعدادات ما تستغربش يعني على من الحاجات اللي انا عاملها. عشان تبقى فاهم يعني الاعداد بتاعتي ماشية ازاي. هتلاقوا زرار الحركة يعني داخل لجوة سنة كده بسيطة. بس ده عشان لما بحط السماعة بتبقى اصلا مسكتي للتليفون صعبة شوية. فهو ده المكان اللي كان صباعي بيبقى مزبوط عليه مع الاستخدام بتاع السماعة. هسيب لكم طبعا كود الاعدادات تحت في الوصف مع كود الحساسية. وهسيبكو دلوقتي برضو مع الحساسية على الشاشة. عشان لو الكود انتهى او حاجة وما عرفتش ابعاته لحد تاني. يكون شايف يعني الحساسية قدامه. ولو حبي ينقلها يقدر ينقلها. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا ريت ما تنسوش اللايك لان فعلا الموضوع بيفرق معي جدا وفي الفيديو هات. زي ما قلت القناة عندي جايبة مشاهدات. بس ما فيش تفاعل ما فيش لايكات. والتعليقات مش كتير والمشتركين برضو مش كتير. فياريت يا شباب ما تنخلوش عليا باللايك. ولو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك وتنورنا. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة